اشتركوا في القناة والمعينة لهم على داء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة وشدد الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمر خلال جولته التفقدية في مخيمات حجاج قطر على وجوب مضاعفة العاملين لجهودهم ورفع وثيرة العمل وتسخير الإمكانات التي وفرتها الأمانة والوزارة لتحقيق نجاح يليق بضيوف البرنامج ونوها بالجاهزية التي وصلت إليها مخيمات الحجاج القطريين من كل الجوانم في مشعار عرفات وميناء مؤكدا استعدادها والعملين بها لاستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من دولة قطر ولفت المدلج الانتباهة للدور الذي تطلع به جميع اللجان العاملة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمراء مشيرا إلى عملها الذي يمتد على مدى 24 ساعة للتجهيز الكامل لاستقبال الأشقائي من دولة قطر